موسيقى أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صندوق الإسلام تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن المعتزلة عن ظروف نشأة المعتزلة وعن مبادئهم الخمسة اللي هما العدل، التوحيد، المنزلة بين المنزلتين، الوعد والوعيد والأمر بالمعروف أنها هي المنكر وطبعا كل مبدأ من هذه المبادئ كان حواليه جدلات كثيرة متكلم عن العدل مثلا فهي قصة القضاء والقدر وهل إنسان مخير أم مسير مدارس فقهية كتيرة بقى بترت تتناول هذه النقطة مسألة التوحيد يعني صفات الله لا تنفصل عن ذات الله فبالتالي ما نقدرش نقول إن ربنا ليه عين وله إيد وله رجل وهكذا وإنما دي كلها أشياء رمزية طبعا قضية المنزلة بين المنزلتين إن المعتزلة اختلفوا مع حسن البصري اللي هو كان يرى إن الشخص مدام مؤمن وارتكب كبيرا من كبار يموت وهو مؤمن ولا يخلط في النار ولكن المعتزلة قالوا لا ليخلط في النار بالدليل القرآني نفسه والمبدأ اللي هو بتاع الوعد والوعيد يعني إن الجنة حق والنار حق وما ينفعش ربنا يقول فيه نار عشان يهوشنا يعني لا بيكون يقصد إن فيه نار فعلا والناس هتتحرق فعلا وقضية الأمر المعروف والنهي على المنكر كان أهم شيء هي بتعالجه هي قضية الحكم والثورة على الحاكم الظالم يعني إنه أيوة من حق المسلم المؤمن إنه هو يغير الحاكم ولكن إذا كانت لديه القدرة مش إنه يخش في مغامرة وسبب حرب أهلية وفي الآخر ينضرب على دماغه ويقعد وطبعا أفكار المعتزلة يعني ما يعني استمرت لفترات ولكنها لم تتغلغل وحيكون ده موضوع حلقتنا اليوم مع الأستاذ أحمد سعد زايد أهلا بحضرتك أهلا بيك أستاذ ليه المعتزلة من ناحية نجحت إلى حد ما في إن هي يعني تستمر لفترة وليه فيما بعد أفكارها لم تتغلغل وتخلق شيء شبيه بالتنوير الأوروبي اللي إحنا عارفينه هو المعتزلة يعني في بدايتهم كانت جماعة نخبوية وعلى فكرة كل معظم الجماعات أو الحركات الدينية بتبدأ نخبوية وده مش عيب إن الحركة تبقى نخبوية لكن العيب إنها تستمر النخبوية وما تدخش تعمل خطاب شعبي يعني المذاب الفقهية حتى التصرف الأول ما كانش فيه طرق صوفية وناس شعبيين يخش التصرف كانت برضه نخبة معينة في الأول في عصر الصوفية الأوائل وبعد كده أصبح التصرف طرقي وشعبي نفس الشيء بالنسبة للمعتزلة بدأوا نخبوية نجحوا نجاح باهر في الوصول للسلطة يعني الوصول طبعا السلطة معناها مش إن هما يستولوا على الحكم لكن إن هما استطاعوا إن هما يقنعوا الخليفة أو بعض الخلفاء بالأفكار بتاعتهم وأصبحت الدولة متحيزة لهم وده مطلوب إن استخدام الخطاب السياسي والسلطوي في تأييد الأفكار ده طموح كل صاحب فكرة المهم بس ما يكونش يعني باطش لكن طبعا كان العصر فوقتها هو عصر زي ما قلنا في الحلقة الماضية عصر اللي يقدر على التاني يخلص عليه وعصر البطش وعصر كان فيه مقدمات طبيعية يعني زي ما قاعدوا كانوا بيشتموهم يضربوا بالنعال ويطافوا بهم في الأسواق ويقال عليهم كذا وكذا فكان طبيعي جدا إن ردة الفعل تبقى ردة يعني اللي حيمسك التاني من هيخلص عليه يعني سواء كان مسكت بطيار الأول وفعلا الطيار اللي هو الأول اللي فيه الشفعي وفيه أحمد بن حبل وكذا لما المتوكل نصرهم انزوت المعتزلة والاعتزال بل يعني فيه معلومة مهمة إن إحنا نعرفها إن إحنا فضلنا سنين طوال أو قرون لا نعرف عن المعتزلة شيء إلا من كتب الخصوم طبعا كتب الخصوم عادة أيامها يعني دايما بتشنع بالآخر ويتعرض رأيه بشكل قبيح بحيث يقول يعني لما تقرأ حضرتك أو يقرأ أي شخص يقولك هل فيه شخص سوي العقل يفكر هذا التفكير فهم بيعرضوا الرأي بشكل سخيف لغاية ما في اليمن في السبعينات اكتشفوا بعض كتب القاضي عبدالجبار واللي بتشرح أصول الخمسة وبتشرح تفاصيل الكلام اللي احنا تكلمنا فيه بشكل بقى مستفيد مجلدات كبرى وطبعا بعد كده فيه يعني كتب تانية بس كانت موجودة من قبل لكن ما تعطب برشا عن المذهب بتاع بيه كامل زي كتب التفسيرات وكتب اللغة بتاعت الزمخشري من متأخري المعتزلة يعني نقدر نقول من أهم النقاط اللي ساهمت في نجاحهم هي إن هما قدروا إن هما يلاقوا ظهير سياسي ظهير سياسي يساندهم صحيح ويتبنى فكرهم بل العكس يجعله يعني المذهب الرسمي للدولة ومن أسباب سقوطهم أنهم كانوا نخبوي الحديث بيتكلموا لغة لا يفهمها رجل الشارع الرجل الشارع ما يفهمش منزلة بين المنزلتين عايز حواديت عايز قصص فيها تخاطب مشاعره وطبعا هي ظاهرة عالمية على فكرة يعني أنه خطاب العقل الجاف لا يصل إلى الملايين صحيح لازم يكون الخطاب فيه يعني روح يكون فيه يعني أنا بقارن هذا الشيء بكتابات دكتور ناصر حامد أبو زيد وكتابات وخطاب الأستاذ سعيد القمني وأنا طبعا الاثنين أعرفهم وأكن لهم كل الاحترام يعني بس الدكتور ناصر حامد أبو زيد كانت كتاباته نخبوية جدا مش كل حد يفهم الكتاب زي كتاب مفهوم النص كتاب معقد يعني وفكرة أنه وطبعا الدكتور ناصر حامد أبو زيد يعني حفيد من أحفاد المعتزلة برضو فكرة عمكتابة اللي هو الاتجاه العقلي في الإسلام بالضبط لكن كان كلامه صعب يعني المثقف لازم يكون داري وقارع عشان يعرف يوصل لهذا الأستاذ ساد القمني بيتكلم تحس أن واحد مصر قاعد معك بيحكي لك القصة وإحنا عادين على المصطبع بيبسط لك الأمور فأنت تفهم ولي كان كده كمان فاك فودة الله يرحمه يعني نفس الشيء فاك فودة كان عنده قدرة على الخطاب الجماهيري جيدة وكان في المعتزلة يعني المعتزلة نفسهم اختبروا هذا الشيء كان عندهم راهب المعتزلة يسمون راهب المعتزلة في بغداد أبو عيسى المردار كان راجل من كمان المعتزلة لو لما يعني خلى ناس من المتوسطين يعني برضو أو البسطاء يدخل أنه كان يجيد الوعز ويريد القصص ويريد الخطاب الجماهير زي بعض الشيوخ اللي اللي تجيد الخطاب مع المصطبة كده زي مثلا يعني الشيخ الشعراوي أو الشيخ كذا فكان المردار ده يعني أثر أكتر من الجاحس مع أن الجاحس طبعا أعمق كتير فكريا أو يعني اسلوبه في الكلام أجمل والعلاف من يعني من عباقرة التاريخ العبلاف والنظام يعني هكذا حتى يروي عنهم خصومهم ويقولوا الفضل ما شهدت به الخصوم يعني فخصومهم يقولوا أنهما كانوا يعني كبار العقل لكن ضلوا من وجهة نظرهم يعني أنهما ضلوا الطريق الصواب أما الجماهير بتحتاج وده يمكن درسك أي ناش بتعمل أي طيار تنويري أي طيار فكري لابد يبقى عندك خطاب نخبوي خطاب شعبي وخطاب أيضا تطمح للسلطة يعني أن يتولد من هذا الطيار سلطة تكون يعني ذكية في التعامل مع المجتمع من أجل نقله للأمام من وجهة نظر هذا الطيار وطبعا هذه السلطة من وجهة نظر أنا الشخصيا كواجل مؤمن بالحرية والديمقراطية لا عليها أن تكون حرية وديمقراطية ولا تبتش بالآخرين مهما كانوا هؤلاء الآخرين إلى اللي يخلف القانون طبعا ويخرج عنه المعتزلة للأسف فشلت في هذا وكان الخصوم مفيش رحمة يعني مفيش رحمة في الخصوم حتى الكتب بقولك يعني انتهت يعني الكتب نفسها أصبحت كتب محرمة فاختفت هذي الكتب كلها واكتشفناها بالصدفة في بعض اكتشفنا بعضها طبعا بعضها طبعا في حاجات كتير فقدت كثيرة جدا يعني حتى كتب ابن رويندي نفسه برضو كتير منها يعني مش كتير كلها فقد كلها فقدت بس خصومه لما بيردوا عليها يقوله في كتابين انا ما شفتهمش شخصية يعني في كتابين له مش عالي في اسمه الإفادة والإعادة حاجة زي كده كتابين لكن لا بقى حصل عليهم لكن الكتاب الأساسي بتاعه الفرند والزمرد الزمردة والفيلم سمي كتب أسامي غريبة والفرند والفرند تقريبا بيقروها الفرندة والناس اه الفرندة يعني هيا كلها أسامي أحجار كريمة فهو يسمي كتاب يعني بأسامي أحجار كريمة مختلفة وفيه الدامخ الدامخ في جد عقلان وهذا امتداد لطيار الاعتزاني يعني هو زي ما حداك عارف الجاحس عامل كتاب فضائل المعتزلة فضيلة المعتزلة فرند فضيحة المعتزلة اللي لقب بالملحد فضيحة المعتزلة وهو لم يكن ملحد بالمصطلحات المعاصرة بتاعته هو كان ممكن ربوبي ولا ديني ها ربوبي ولا ديني طبعا زيه زي مثلا أبو العلاق وكثير من رموز الحضارة العاملية الإسلامية ومثلا ابن رويندي وكثيرين آخرين لكن عنده تصور إليها وكان عنده رفض الفكرة النبوة وكده ممكن نتكلم على ابن رويندي في أنه هو تطور للفكر الاعتزالي أن هذه التأويلات مش شفها مسخة زي ما شفوها سخيفة الطيرات الأخرى هو شفها مسخة وتأويلات يعني ترقيع ما هو هو خلي بني وبينك يعني كأن الكاميرا مش شغيرة احنا لو بدأنا بالاستخدام العقل مع النصوص في النهاية هننح النصوص جانبا لأن العقل حيتعب ده طبعا عند طيار موجود وطيار آخر برضو يعني لو في طيار يريد أن يعمل العقل وهو مقتنع ومسالم يعني وينوت ولماذا لا ربنا يوفقهم ناس تانية مش مقتنعة برضو المهم بس يكون فيه السلم وحب الآخر في المجتمع مهما كان هذا الآخر أنت حتى يعني بينك وبين نفسك مستخذره ومش عجبك هذا الشخص ومش عجبك أفكاره لكن لا تنكر يعني لا تسحب منه الحق في الحياة والحق في الحياة الكريمة والحق يعني الحقوق الأبسط حقوق الإنسان ويا سيدي ما تشوفوش لما تلاقيه في القناة أو في اليوتيوب أو في الشارع ما تسلمش عليه بس ما تضربوش ولا تسبه ولا كذا يعني هذا كل الطيارات يعني على قدم المساواة فابن رويندي لا لم يرضى بهذا وكان هو شخص قلق يعني شخص يقولوا عليه ماشى مع اليهود شوية وماشى مع الشيعة فترة ومع المعتزلة وبعد ذلك وجد أن كل هذه تؤدي إلى النار أو تؤدي إلى ضياع الإنسان يعني الحاجات دي طبعا فيه فيه الناس بيسموا واحد زي رويندي أو أي حد بيمر بهذه المراحل يعني ما يمكن إحنا شبهين في نقطة إن إحنا كنا في مرة من المرات إخوان مسلمين وبعدين يعني سبناهم وأنا كنت مرة ماركسي فالناس يقولك ده متذبذب يا أخواننا لا ده بالعكس الإنسان لازم يروح يجرب بنفسه مش يقرأ كتاب لا يروح يجرب بنفسه ويشوف الإخوان ممكن يقدموا لك إيه الماركسي ممكن يقدموا لك إيه الصوفية أنا يعني كل دول مرت بيهم ولحد ما وصلت لقناعة اللا دينية يعني وابتعدت عن هذه الأمور بقناعة التجربة مش إنه هو فيقولك لا ده متذبذب لا بالعكس ده أنا أعصق في الناس دول أكثر بأن هما جربوا ومن خلال التجربة أخذوا قناعة جميلة يعني وحتى إيه اه يعني اللذي لا يشك حتى الغزالي قالك هذا كلام يعني أبو الحامد الغزالي يعني فكرة الشك هي طريق أساسي للتحاكب من الحقيقة وطبعا وديكارت بعد الغزالي في نفس فكرة مبدأ الشك وآه يعني 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 أنا شخصيا ذهبت يعني مرة في خروج معجمات التبليغ أنا غير مؤمن بيهم تماما لكن روحت جربت في ديوسبيري في بريطانيا عدت معهم ثلاثة ايام هشوف الناس دي بتعمل ايه وبتعيش ازاي وطبعا مع حركات ياشرية وحركات وكان ليه تجارب فيعني الانسان جميل انه هو يتزوق الافكار ويتزوق الحياة ويتزوق البلدان ويجرب ابن جواندي يعني من الحاجات اللي عجبتني عنده يعني في الطريق التفكير وفي مسألة النبوة يعني شايف هو النبوة ليس يتعلم زيه زي ابو بكر رازي الطبيب او يعني وطبعا احنا المصادر بتاعتنا كلنا عن كلام ابن جواندي كتابين اساسيين المجالس المؤيدية بتاعت احد شيوخ الاسماعيلية المذهب الاسماعيلي يعني مش الاسماعيلية عبدالا في مصر والكتاب الاخر بتاع ابن الخياط اللي هو الانتصار ورد على ابن جواندي الملحد بيتكلم على مقاطع كتيره من كتابه وفضيحة المعتزلة ومن كتاب الزمجر دا شكرا الكتاب مش حلو مفوش القافية الجميلة اه اه يعني بيفكرني بالجماعة لما لما حد يجي يرد على برنامج صندوق الاسلام يقول لك فضيحة حامد عبدالسماء وبتيجي تدور بنا بدور على فضيحة يمكن يجلقولي صور غريبة هدور يقول لي دا بيقول ان خديجة كان عمرها اربعين سنة بس ما كانش عمرها اربعين سنة طب ايه الفضيحة طب ايه الفضيحة في كده اخوان لا عشان نازم ايه تسفيه من الشخص اللي هو بتنتقده الكادب الملحد المدعي اللي مش عارف الصهيوني وهكذا اه انا عايز اقول فكرتين من الكتاب مثلا فكرة من الكتاب اللي هو بيقول ان يعني لغز الوجود الانسانية لغز غريب من وجهة نظر الاديان الابراهيمية ان فيه شخص ابن راوندية وابن ابو بكر راسي له كلام شبيه بكده في كتاب اخر بيرد عليه اغازيهم اخر يعني اغازي بيرد على الاراضي المدينة الراية في ايران اللي هي دولتي تقريبا مكانها طهران في دولة ايران فبيقول ان ليس من العد ان يختص الله واحد بين الناس يعني طب افرد انا مؤمن بالله واتبع فضائل الاخلاق ولا اظلم احد ويعني ولا اقذي احد الا من يقذين ايه احاول ان اكفه على هذه الاذية فقط طيب انت عايز من ايه يعني هل اصبح الايمان بشخص ما ويقول ده شرك هو يقول ده شرك بالذات الالهية الايمان بشخص ما هو اهم من الايمان بايه بالله وبالمكرم الاخلاق فانا لو انا متبع مكان الاخلاق مؤمن بالله ومحب للجنس البشري ومحب لله فلماذا تطلب مني ان اتبع فلان وان لم اتبعه فانا ايه خالد في النار ودمج شهادة نطق بالشهادة في الاسلام انك تقول لا اله الا الله محمد رسول فكرة موجودة في الاديان التلاتة يعني موسى وعيسى ومحمد او يسوع اخواننا المسيحيين يعني اسمه يسوع او موسى او رسول يعني بتجعله واسطه هو كان معتغد على هذا اللي هو ابن جوني طبعا بقول له كلام كتير يعني يعني في تسخيف الايات والسخرية منها بشكل ايه وان المعجزات الانبياء دي اشبه بالصحرة طبعا انا ازاي هفرق بين الساحر وكذا طبعا المعتزلة برضو هما بدأوا خطوة خطوة عندهم رفضوا فكرة الكرامة فالمعجزات قالوا الان الكرامة دي هتعمل لك تشويش لو انا رجل صالح وعندي معجزة او يعني حاجة خريقة لا عادة رفضوا فكرة الشفاعة بمشي على الحيطة دلوقتي رفضوا فكرة الشفاعة ان الرسول يشفع لأمته او رفضوا الشفاعة كمان حاجات افكار كتير طبعا لا تتسع الحلقات ان احنا ايه نحكي كل شيء لكن هما رفضوا الشفاعة وشافوها خلاف العدل الالهي ايه وسطة يعني في الاخرة فيه وسطة مفيش وسطة في الاخرة فرفضوا فكرة الشفاعة وقالوا الشفاعة دي يا الشفاعة بالدين يعني اللي بيشفع لك عملك مش بيشفع لك شخص انه يقولك يعني تعالى انت معك بيسموها ايه وسطة او شرط استثنائي او كذا ده حاجة بشرية برضو بشرية في التعامل مع الله بشوف يعني تطور المعتزلة انه طلع منها اكتر من تيار زي ما مثلا محمد عبدو اه جاء رشيد رضا اللي هو من تلميذو ومن رشيد رضا بقى طلع طيار سلفي وطلع طيار اخواني وطلع طيار اصلاحي وطلع من محمد عبدو كمان فيه طيار كم صديقه احمد نوت في السائل ابو الابرالية العربية واستاذ الجيل ويعني فدايما هو كده يعني انا حتى يعني الناس انا شايف المجتمع برضو انا عندي الخط الاساسي هو السلام وعدم محاولة ايه العنف او يعني اللي حض عليه او الممارسطه لكن اي واحد يقول افكار خير وبعكة سواء كانت افكار من خلفية دينية من خلفية لا دينية من خلفية علمانية من خلفية يسارية يمينية مفيش مشكلة طلبة انت ايه ايه ايديك يعني خالية من الدماء ومن التحريض على الدماء يعني محمد عبدو خطوة جميلة في وطلع منها حاجات كتير ممكن حاجات وحشة وحاجات حلوة يعني احنا لابد ان احنا نحترم حرية الفكر وطالما حرية الفكر دي غير مرتبطة بالعنف والارهاب يعني محمد عبدو ويمكن الموضوع وبرضو هو استلهامه في افكار المعتزلة محمد عبدو يعني محمد عبدو في تأويله للشياطين قالك دول البكتيريا الضارة والملائكة البكتيريا المفيدة ويعني وتأويله حتى قصة اللي هي الافك وعيش الافك صورة الفيل اللي هي بتاعت قصة الابرهة اه وقالك ده يعني جيش جاي حاول يضرب مكة وهلك بالطاعون مفيش ترق أبابيل بالمعنى الحقيقي تأويلات كل دي تأويلات وتأويله برضو لقصة آدم يعني قبل وده يعني يدي مؤشر للشيوخ التقليديين دلوقتي يعني محمد عبدو في سنة 1890 كاتب على قصة آدم انها قصة قد تكون مجازية وانها ممكن تؤول من اجل نظرية دارون اللي هي كانت فعلا ساعتها يعني ايه ضعيفة حتى في مجال الجامعات الأكاديمية معاكس دلوقتي طبعا النظرية اصبحت ايه حقيقة علمية واقعا علمية لكن ايامها يعني شوف تفتح الغاجل قال لك والله لو ثبتت وتأكدت احنا معدلش مشكلة اول نصوص الدين نسبة لعاصره اللي كان متاح ليه من روافد معرفية قفزة خطيرة جدا وهو برضو ما جاتش من نفسه من احتكاكه من الغرب محمد عبداللما راح بس الغازمة الكبيرة لما رجع بيقولك رأيته عندهم اسلام ولابد ان هو يحاولي اول الكلمة تفسر التأويل التوابع بقى اه انا عارف ان حسن نية حسن نية لكن هو بالعكس عايز يقول قومه يعني يا جماعة شوف انتو بتزعموا مكرم الاخلاق وانتو خاليين منها يعني بغضة طبعا فيه ناس بيستخدموها بقى استخدام ايدولوجي معاكس الاخوان كانوا دايما بيستخدموا هذا المطلح دايما كانوا يختبسوا هذا الشيء وده تدليس ان الاسلام هو مصدر كل خير وما دونه مصدر كل الشارع مصدر كل الشارع فاذا شفنا احنا اي حاجة كويسة يبقى هو ده الاسلام الشارع نضيفها في باريس وان الناس في المانيا بيشتغلوا بما يرضي الله يعني ومخلصين في عملهم يبقى دول لبداء اسلام بس هما ما نطقوش الشارع يعني انا كنت في المحاضرة بتاعتي في باريس قبل مجل حضرتك هنا فكان واحد قام بيقول لي يعني داعش والاخوان وفلان والازهر وكل دولة كلهم ايه ما عندهمش الدين الصحيح فانا قلت له يا عمي طيب يعني قلت انت ما ياردت قللي انت في كتالوج عشان انا هستفيد بيقول لي لأ يعني لو ما طبقنا الدين الصحيح دوت شيء العالم كله حيزن صالح فقلت طيب قللي ايه هو صحيح الدين الديني هو شتة يعني الديني وصفة كده اعرف منها صحيح الدين من الحضرة هو هذا قلت طيب الشيخ فلان اذا كنت سمت له اشماء يقول لك عمر ابن عبدالعزيز وعمر بن خطاب ما فيش غيره نتنا لا فهو قال لي لأ يعني يعني يمثل اسلام مين فقال لي لأ يعني هو الرسول الكريم طب ما هو الفرق التانية دي كلها كل الناس اللي انت ما قالش حتى عمر ابن الخطاب ولا قال لك الرسول الكريم يعني الرسول ذاته هو اللي يمثل اسلام طب الرسول ده ما هو رسول المعتزلة وهو رسول الشيعة ورسول الصوفية ورسول داعش ورسول يعني كل الناس دي يعني بتفسيرات وقراءات فانت يعني جبت ايه يعني جبت التايها مستحش كمان يكون النظرية صحة والتطبيق على طول الرسول غلط مفيش كده يعني يعني فاحنا عايزين نتكلم عشان معنا طريق دقيق المعتزلة طلع منها طيارات هل تعتبر ابن رشد امتدار للمعتزلة؟ لا بالعكس هو ينتقدهم ده خط تاني في الاسلام عقلاني ايضا ولكنه اتخذ مصدر مع الوحي المعتزلة في الاول هو ابن رويندي كان معتزلة وانتقدهم هو تطور ليهم تطور ليهم بس الطياري الاخر طيام مختلف عن نونشأة ممكن نحكيها في حلقات مفاصلة لها الفلسفة والاسلام ازاي حصل دمج بين النصوص الالهية وازاي تم قرائطها ورفق النظرية الفايدة عند الفرابيو ابن سينة وبعد كده ابن رشد رفضه للفكرة الفايدة لكن هو ازاي جمع بين الدين الاسلامي والفلسفة اليونانية لكن المعتزلة عمل لولوش كده المعتزلة بدأوا مشكلات العصر بعضها مشكلات دينية عربية زي ما قلنا في الحلقة الاولى وعلى ايام الامويين مشاكل كانت لسه الدين بسيط وما كانش لسه فيه الشعوب الاخرى دخلت بكسافة وبعدين بدأت من وسط العصر الاموي واخر بدأت يحصل يعني جدل مع الحضارات المفتوحة وبدأت هذا الجدل يولد اسئلة وهذه الاسئلة ولدت ايه خطاب عقلاني اعتزالي يفسر الدين تفسيرا عقليا ملائما لهم يعني طبعا الناس كتير معترضة حتى ممكن يكونوا احنا معترضين على تفسير بعض تفسيرات المعتزلة لكن كان هو ده اجتهاد عقل انساني في لحظة انسانية ولحظة تاريخية معينة الاخوة اللي هما الفلاسفة الاسلام بقى الكندي وبعدين فرابي وبعدين ابن سينا وبعدين ابن رجنوفي بقى ابن باجة وابن طفيل واخرين سكة اخرى طبعا كلهم اصلا حتى المعتزلة يعني حتى المعتزلة يعني تم عملية ملاحقة منظمة لكن ممكن نقول حاجة ممكن نبدأ بها الحلقة الجاية يعني انجاز التعبير ازاي المعتزلة انتشروا يعني سراء كان في العصر الحديث او حتى في العصول قديمة حتى هما غزوا الفرق الاخرى يعني الاشعارية هو تجلي اعتزالي المذهب الجعفري الاثنى عشري المعتزلة دخلين فيه في مسائل الصفات مسائل بعض التأويلات حتى عند الصوفية التأويلات العقلانية ليها جزور اعتزالية نحن قلنا فيه من المعتزلة كانوا يعني ناس بتوع بتوع ربنا يعني ناس زي عمر بن عبيد اللي اتكلمنا عليه مرة وزي اللي هو وهم المعتزلة المردار اللي هو كان ايضا يعني شخص ورع وشخص محب عنده فكرة الحب الالهي والتفاني في الله وكده ف اصار المعتزلة فيه ما بعد انت نهاية الاعتزال طبعا اخر اتنين معتزلة مشهورين هم من شيوخ المعتزلة الكبار الزمخشري والقاضي عبد الجبار هنكمل في الحلقة القديمة بقى نتكلم شوية عن الزمخشري والقاضي عبد الجبار وبعدين نخش بقى على ايه تجليات المعتزلة يعني فترات اندسارهم تماما وايه السر انه النهاردة مرة واحدة بنشوف بقى بتكلم عن المعتزلة تاني بنحاول نعيد هذا التراث هل هي ورطة العقل الاسلامي وورطة الفكر الاسلامي انه مش لقيين مش لقيين طيار حداثي بذاته بالمعطيات بتاعت النهاردة فنفتش بقى نشوف ابن رشد قال ايه والمعتزلة قال ايه ده حيكون موضوع حلقتنا في الحلقة القادمة تابعونا على حامد.تفي وعلى بوكس الاسلام على الفيسبوك موسيقى 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 موسيقى